اشتركوا في القناة قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع بي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لدي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع بي صبرا قال إن سألتك أن شيء بعدها فلا تصاهبني قد بلغت من لدني أذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البهر فغرد أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل زفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فغشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيبين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك أنذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا وأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في غير أمئة ووجد إردها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فشه فنؤذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيؤذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالها فله جزاء للهسنا وسنقول له بالأمر لا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تطلو علاقهم لم نجعل لهم من دونها سنرا كذلك وقد أخطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السنين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بكوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد أتى إذا سوا بين الصدفين قالوا الفقور أتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليهم قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفغ في السور فجمعناهم جمعا وأربنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء ألذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أفهزب الذين كفروا أن يتخذوا إبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ألذين ضل سعيهم في الهيات الدنيا وهم يهسبون أنهم يحسنون سنقا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تغفدك لما تربي أن تغفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوقاه قل إنما أنا بشر مثلكم يوغى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا قل يعمل أملا صالحا ولا يسرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم